عالم فقيه ومفسر إمام وخطيب وأستاذ جامعي عضو في هيئة كبار العلماء ومدرس للعلوم الشرعية وداعية سعودي الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهبي التميمي ولد في ليلة سبعة وعشرون من رمضان عمل في ثلثمائة سبعة وأربعون هجر في محافظة عنيزة في منطقة القصيم نشأ في أسرة متوسطة الحال فقد كان والده يعمل في التجارة بين الرياض وعنيزة ثم استقر في عنيزة وقد بين الشيخ عقيدته السلفية في تآليفه وشروحه ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتواه وقد عاش يدعو إلى هذه العقيدة حتى آخر أيام عمره في دروسه التي كان يلقيها في المسجد الحرام من غرفته وهو على سرير المرض عمل الشيخ قبل وفاته بدار الأيتام بعنيزة وقد سئل الشيخ هل اشتغلت بالتجارة إلى جانب طلبك للعلم؟ تفقال لا لأن الوالد كان في الرياض وكان ميسور الحال فلم تتيسر له سبل الرفاهية في الطلب ووصف الشيخ المكان الذي يقرأ فيه فقال أنه غرفة من طين تطل على زريبة بقر كان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يعاني من الالتهاب الرئوي وقد نقل من الحرم بعدما انتهى الدرس لشدة التعب إلى جدة في العيد وفي صباح يوم الأربعاء يوم وفاته في تاريخ خمسة عشر من شوال وعمل في ربعمائة واحد وعشرون هجري الساعة الواحدة ظهرنا